التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي وزير الدفاع الفرنسي سباستيان لكورنيو والوفد المرافق له تناول لقاء مجملة العلاقات التنائية وتطورات الأوضاع في ظل الأزمة الحالية وأنعكاستها على الأمن والاستقرار بمنطقة الشرق الأوسط التقى الفريق أول محمد زكي القائد العام للقوات المسلحة وزير الدفاع والإنتاج الحربي السيد سباستيان لي كورنو وزير الدفاع الفرنسي والوفد المرافق له الذي يزور مصر حاليا في اطار اولى الجولات التي يجريها بعدد من دول المنطقة تناول اللقاء مجمل العلاقات الثنائية وتطورات الاوضاع في ظل الازمة الحالية ونعكاساتها على الامن والاستقرار بمنطقة الشرق الاوسط واعرب القائد العام للقوات المسلحة عن تقديره لعلاقات التعاون العسكري الممتدة بين مصر وفرنسا مؤكدا على اهمية تضافر الجهود الدولية لايقاف التصعيد والحفاظ على ارواح المدنيين وتأمين تدفق المساعدات الانسانية للشعب الفلسطيني بقطاع غزة فيما اشاد وزير الدفاع الفرنسي بالجهود المصرية في التعامل مع الازمة الراهنة وفقا لمقررات الشرعية الدولية وتسهيل حركة دخول المساعدات عبر معبر رفح البري مشيرا الى توافق الرؤى حول مختلف الموضوعات التي تسهم في دعم ركائز الامن والاستقرار بالمنطقة حضر اللقاء الفريق اسامى عسكر رئيس اركاني حرب القوات المسلحة وعدد من قادة القوات المسلحة